تعرضنا للتحرش جنسي لتعذيب لترهيب موسيقى طلبوا مننا أن نحن نشتغل معاهم نوقع بناس معينة أعداءهم بأشياء لا أخلاقية نصار من فترة لفترة لحد الآن تتعرض للتعذيب بتنضرب القمع ما زال يعني يمارس عليها ومش بس عليها على كثير سجينات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر